ما أبدأ امتحانات الثانوية العامة نفذت وزارة الداخلية خطة أمنية تعتمد على انتشار أمني مكثف بمحيط لجان الامتحانات وذلك لبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور الذين أشادوا بتلك الإجراءات انطلقت امتحانات الثانوية العامة حيث توجه آلاف الطلاب إلى لجان امتحاناتهم على مستوى الجمهورية وسط إجراءات أمنية اتخذتها وزارة الداخلية تنفيذا لخطة أمنية أعدتها لتناسب كافة المراحل التي تمر بها الامتحانات وتوفر الأجواء الملائمة ليتمكن الطلاب من آداء امتحاناتهم طبعاً احنا بنشكر وزارة الداخلية عن مجهود اللي هم عاملينه مجهود الكبير ونقولهم دايماً مع الناس ومع الشعب وده فيه اطمئنان للبنات وفيه اطمئنان لأولياء الأمور ونشكرهم طبعاً من كل قلبنا صراحة منظمين الدنيا جداً وفيه تنظيم وفيه ترتيب والولاد الحمد لله داخلين مرتاحين جداً يعني نفسياً تأمين هاي جداً وبصراحة منشكركم جداً وربنا ورب معاكم بمحيط المدارس التي تؤدى فيها الامتحانات خدمات أمنية لمتابعة ورصد الحالة الأمنية عناصرها ذات جاهزية عالية واحترافية للتعامل الفوري والسريع مع أي إخلال بالنظام والأمن العام كما تم تحديد حرم آمن بمحيط الليجان توجد فيه إلى جانب الخدمات الأمنية خدمات مرورية لتوجيه السيارات إلى مسارات بديلة بعيداً عن الليجان نهاردة أول يوم امتحانات والحقيقة أنا شايف تنظيم هايل من وزارة الداخلية وتأمين بأعلى مستوى بصراحة ربنا والتأمين بسم الله وزارة الداخلية عاملة شغل تأمين عالي جداً أنا حاسة بأمان على بنتي منذ الصباح تتواجد عناصر الشرطة النسائية التي تسهم في بث طمأنينة في نفوس الطالبات بصفة خاصة بمحيط الليجان وهو ما أشهد به أولياء الأمور وبالوجود الأمني الفعال الذي هيأ الأجواء الأمنية الملائمة لآداء أبنائهم للامتحانات طبعاً البنات هنا بيحسوا بالأمان لوجود الشرطة النسائية وبيبقوا ساعدين بيهم وفخرين بيهم ويفمنوا يكونوا زيهم لما بشوف الزابطات وأنا دخل الليجان بحس بالأمان وأن هم موجودين معنا وكده شكراً لكم جداً الأقوال الأمنية تجوب الشوارع والميادين وبمحيط الليجان لمتابعة ورصد الحالة الأمنية على مدار الساعة خاصةً وأن التأمين لا يقتصر على لجان الامتحانات فقط بل يمتد إلى عمليات نقل أوراق الإجابة والأسئلة وبالتزامن مع آداء امتحانات الثانوية العامة بكافة المحافظات يؤدي عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل امتحاناتهم داخل لجان أعدها قطاع الحماية المجتمعية لهم بالتنسق مع وزارة التربية والتعليم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ويأتي عقد تلك الليجان في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تراعي معايير حقوق الإنسان وفي المقدمة منها الحق في التعليم وهو ما يتم إتاحته للنزلاء في كافة المراحل التعليمية نرده كان أول يوم لنا والحمد لله اللي امتحناك كانت كويسة وباشكر رزارة الداخلية على المكان وانها ما خليتني شفاتني اللي امتحانات تحت السنوية العامة امتحانت النهاردة امتحانات السنوية العامة وباشكر إقدارة المركز انها وفرت لنا المكان والوقت ان احنا نذاكر وامتحن اشتركوا في القناة